مرحبا كمان مرة كنا قلنا بالبودكاست السابق انه رح يكون اخر حلقة بس لانه كان ضيفنا اليوم اعتذر لأسباب صحية بس اليوم اصرينا عليه وبما انه عنا فرصة اليوم بيخلص الصمت الانتخابي رح نستفيد من خبرته الواسعة اليوم رح نحكي يلي كتير طلبوا مني انه نحكي بطريقة علمية كيف عم نحكي بموضوع الكهرباء وبموضوع الماء واستقلالية القضاء وكذا طلبوا مني ليش ما بيكون في مقاربة علمية كمان لموضوع حزب الله وسلاح حزب الله والمقاومة وكل هالمسائل الشائكة يلي ما نهايني وما بتنحل متل ما منحل مشكلة الماء والكهرباء بيسعدني كتير اليوم نستقبل أخ عزيز صديق قريب وعبك بين هللين هو يلي دفشني انه اترشح على الانتخابات لو لا منه ما كنا ما بتنا هالمعموعة تسلم تسلم الصديق العزيز يوسف مورتدا أهلا وسهلا فيك أهلا فيك يوسف من البقاع الحبيب من موليد تمنين تحته درس فوق وكمان خلص علومه السنوية بمدرسة زحلة وهون بحب تخبرنا شي انك لما عملوا شهدات البكالوريا انت كنت رئيس رابطة الطلاب وعملته شي كان وقته فريد يلي هلا بعدنا نحنا عم نقطه في سيمارو اي خبرنا شوي على السنوية انا كنت بسانوية زحلة كنت بالدزيان بارتي بسنة السبعين تسعة وستين سبعين بهاي السنة كان ننتخب سليمان فرانجي رئيس جمهورية وكنا نحنا بالباكوان كنا نعمل باكوان رسمية كانت الامتحانات كل لبنان ببيروت الباكوان والباكتو فزلنا انا اهلي ما عندهم بايد ببيروت ما عندنا قرايب يعني لبكنا كيف بده واحد يعني فعلا ومثلي وامتال يعني فعواد صارنا بالباكتو انا كنت بالمدرسة كنت شاطير وايك وعندي علاقات وكنت نشيط وعملت رئيس رابطة رئيس رابطة السنوية زحلة واول شي بادر لزهني مع رفقاتي بالربطة انو كيف نحل مشكلتنا نحنا اللي عينينا بالباكوان كيف نحل بالباكتو رايحينا الامتحانات انا رفعنا طلب لرئيس لوزير التربيه في حيني كان غسان تويني بحكومة الشباب مع صاحب اسلام ولموقتين وفا طلبنا با لا مركزية الامتحانات يا اخي لا بدكن تعملوا كل الامتحانات بيروت ما في زحلة في بعلبك في زغرتة في صيدة في صور لا بدكن تجيبوا كل العالم وفيها مدارس ومؤهلة اللي عم تصرفوها العالم وعم تحرق فقال ندرسها بعد اسبوع ملاقي ناش تجاوب قمنا اضربنا اعلنا اضراب السنوية وتواصلنا مع المدارس الخاصة الرهبات الشرقية ودار معلمين وعملنا اضراب عام طلابي بزحلة ثم جوازنا الموضور احتلنا منطقة التربوية بسراي زحلة احتلناها وكان هناك قائد المنطقة مقدم سمير الأسمر سمير مقدم الأسمر سيت اسمه صغير غض النظر عنه رأينا منطالب بشيء كمان يظهروا ما تنفي وابقينا 15 يوم على أثر 15 يوم كل يوم مظاهرة من أول زحلة وادي العرايش زحلة ضمنت معنا واز بيتصل الوزير غسان تويني بمدير السنوية انتوان مفرش وقال له أنا نهار الخميس جاي على السنوية خلي انتوني الرابطة بالسنوية اجا غسان تويني اجتمعنا فيه بالسنوية زحلة قال انتم بطلبكم محق وبرافو عليكم وانا بعوعدكم نهار الثلاثة في اجتماع مجلس الوزراء بمجلس الوزراء حيكون فيه مرسوم باعتماد لامركزية الامتحانات ابتداء من السن الجاي السنة ما فينا ابتداء من السن المقبلة وهكذا بتعلق الإضراب علقنا الإضراب الثلاثة طلع المرسوم وهكذا من السنة التالية صارت الامتحانات لامركزية بس نحن طرينا نرجع بالباكتو ونزل عبيروت بس انتو يعني عبدوا الطريق لك شوف اهمية الحركة النقابية والعمل المطلبي قدي بقدر يجمع الناس يعني انت تخاطب مصالح العالم لانو كان مستحيل بزحلة تحديدا الراهباتي شاركوا بالاضراب المدرسة الشرقية تشارك بالاضراب شاركوا لانو شايفوا في مصلحة عامة والتالي مفي غاية خاصة وراها ليه تحيط بعدين كمانا لفتني انك انت درست علوم طبيعي بالجمعة اللبنانية وبعدين رحت عموسكو بعدين عموسكو انا كنت مراسج جريد تلنداء كان عندي دعو سياسي كمان ودرست علوم اجتماعي ولك هلا سبعة وثلاثين سنة بالحقل الصحافي والتحليل وانا بنشر كتب بنشر خمسة وعشرين كتاب تقريبا فيني اعترف لك بشي كمان انو انا ما بحب احضر اجتماعات التحالف الا بس اسمع تحليلك السياسي كل جمع احنا حبيب طيب ما بق معنا كتير وقت وبكرا جاي الانتخابات واحد يومين عم بسمع كتير هد مراجل اذا بدك على موضوع سلاح حزب الله وكل الناس بتحكي وكلها المرشحين وما بيسير وما بيسوى وكيف وليش وكذا يقول لي الحكة منطقة اوكي اكيد ما بيقدر ما بيكون فيه سلاح خير الشرعية الدولة ما فيه جيشان ما فيه قوتين عسكرتين ما فيه ما فيه ما فيه بس ما سمعت ولا واحد اول شي حكي بالطريق انو اخي كيف كيف بنا نعمل هالشي بدون ما نعمل حرب اهلية اول شي وكيف فينا نوصل لحل يكون يرضي الجميع بقى هون هون بدنا خبرتك وبعرف انك انت على علاقة وطيدة كتير بهيدا الملف وانت بتتابعه انا كنت شريك فيه وانا اعتقلت ثلاثة شهر كمان كنت مشارك بالمقاومة انا بعد قلدي ثلاثة شهر تعرضت تعزيب كتير وبعد نعيش بالصدفي بصراحة بس هون بس لنقول لحظة لانو الناس انت كنت بالمقاومة اللبنانية لبنانية اكيد انت كنت مع الحزب الشيون هلا حكي طبعا انا اول شي بهمني بهمني رأيك عن كل هالحاكة وخصوصة من الميليشيات المضادة هذا المراجل انا بشوفه ما بيودى لنتيجة هذا موضوع بحاجة منيقشي هذا موضوع اساسي وموضوع عم يمس بصراحة اليوم عم يمس سيادة البلد وعم يمس مصالح البلد الاقتصادي والاجتماعي ولكن ما فينا نحله بشد عصب طائفي بشد عصب طائفي من طائفي ضطائفي تحت عنوان نزع السلاع ومش نزع السلاع سوف نبحث الموضوع بجوهر انا برأي ما معروف بالمقاومة او ما يسمى بالمقاومة ما رأيت بثلاث مراحل ليش المقاومة على اثر الاشتياح الاسرائيلي سن 82 ووصلة اسرائيل احتلت بيروت هون نشأت مقاومة لهذا الاحتلال لانه ما كان في دولة بالعكس كان الجيش اللبناني هو الذي سهل جيش اللبناني المقصوم في حينه الى عدة قلوية تاب على الطواف هو اللي سهل دخول اسرائيل الى بيروت تحت راية الجيش اللبناني فيها هون كان في مبادرة ما فينا منذكرة لقائدين يساريين جورج حاوي ومحسن ابراهيم اللي اطلقوا فيها جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية وليس عن عبث سموها جبهة المقاومة الوطنية كان هذا بحث جدي وانا كنت بشارك فيه كان في استدراك انو نحن لا يمكن ان نسكت عن احتلال في بلدنا وانو قد تنشأ لاحقا تيارات اديولوجية اسلامية الاخرية تقول انا بدي اتصدى وهذا سيكرس الانقسام بالبلد بدل من نحل موضوع الانقسام اللي كانت الحرب مأسرة فيه فطلعوا بفكرة نعمل جبهة مش من فريق ما تطلع باسم حزب معين تطلع باسم فريق متحالف جبهة ووطنية لبنانية وليست اي تعبير اخر لا طائفية ولا فلسطينية ولا عربية وطنية لبنانية لان كان مقصود فيها هذه المقاومة بتحرر البلد هي تصنع صناعة وحدة البلد من جددا على قاعدة دولة المواطنة انطلقت هاي المبادرة ب 16 ايلول اعلن جورج حاوو بحسن ابراهيم من بيت كمال جنبلات بيان اطلاق جبهة المقاومة وبدأت اولى العمليات ببيروت كانوا الاسرائيليين موجودين ببيروت نعمل عليهم ثلاث اربع عمليات ما بقوا ثلاث ايام صاروا ينادوا بالميكريفون لا تطلقوا النار علينا يا اهل بيروت نحن غارجونا منها الى اخرى يفعلوا هذه المقاومة انا خرطت فيها وانا كنت بقيادة المقاومة مع جورج حاوي وبلشنا نظم مجموعات المقاومة ضد الاحتلال من بصراحة من مختلف الاحزاب اللي كانت مشاركة بالحرب احزاب اليسارية والعلمانية تحديدا وكان بموازدتها في حركة امل كماني كانت بلشي تنشط بهذا من سنة ٨٨ لسنة ٨٨ تمكنت هذه المقاومة من طرد الاحتلال الاسرائيلي حتى ما سميه لاحقا بالشريط الحدود شريط الحدود بعمليات كلفت العدو العديد من الخسائر البشرية والاليات والآخرين بسنة ٨٨ ٨٨ بتأسس حزب الله ولكن حزب الله ما كان بعد تكون ليكون مشارك بالمقاومة الا بعد السبعة وثمانين اذا المرحلة الاولى من المقاومة كانت لحديت الخمسة وثمانية ستة وثمانية جبهة المقاومة الوطنية اللي حررت لحد الشريط بالسبعة وثمانين صار في معركة ببيروت كانوا السوريين طلعوا من لبنان باشتياح ٨٨ متل ما طلعوا الفلسطينيين بالسبعة وثمانين صار في اشتباكات ببيروت بين حزب الشيوع والحزب الاشتراكي من جهة وحركة أمل مدعومة من السوريين من جهة تانية على أثر هالاشتباكات على ما يبدو صار في توافق دولي اقليمي بعودة دخول السوريين الى لبنان دخلوا السوريين الى لبنان حزب الله موجود وموجود كقوة مسلحة وكان بداية نبدأ شوية احتكاكات مع حركة أمل عندما دخلوا السوريين بالسبعة وثمانين دخلوا كانوا على صدام مع حزب الله طبعا دخلوا بالاتفاق مع وليد جنبلات ونحنا نستجيب للموضوع صدموا بحزب الله وعملوا مجزرة بحزب الله بسكنة فتح الله بالبصة على أثر ذلك تطورت المشكل بين حزب الله المدعوم إيرانيا وبين حركة أمل المدعومة سوريا وصار اشتباك بين أمل وحزب الله استمر لسنة التسعة وثمانين بهذا الوقت صار أمرين الأمر الأول بعد ما فاته السوري سنة ثمانة وثمانين بيطلب السوري كان قلو سنة من جورج حاوي أنه بدكن تعلمونا بكل عملية عم تعملوها لأنه ما فيكن تفرضوا علينا أنتم عمليات ضد إسرائيل وإسرائيل تحددنا بالحرب نحن من حد أيم تيم نعرف عين تناعمل بالزمان والمكان المناسبين مثل العادي قالوا جورج حاوي إذا نحنا خبرناكم عن عمليات المقاومة ما كان وقتها بطلت مقاومة ستنكشف لأن المقاومة أهميتها سرية بعملها فبلشت المضايقات على الحزب الشيوعي وعلى جبهة المقاومة بهذا الوقت صاروا المقاومين من جبهة المقاومة رايحين على القطاع الغربي يعني سور وبنت جبال والمنطقة هاي صاروا يتعرضوا لمضايقات هني رايحين لا يعملوا العملية أو هني وراجعين من حزب الله ومن أمل صاروا يتعرضوا وفيه كثير استشهدوا وكثير جرحوا وكثير ارتقلوا بهذا الوقت التقلص دور جبهة المقاومة بهذا القطاع لذلك اضطر جبهة المقاومة تنقل نشاطه كله على القطاع الشرقي على مرجع عيون حاصبية على جبل الشيخ لذلك ست تسعة وثمانين جبهة المقاومة عملة عملية بجبل الشيخ عبر الشهيد جمال ساطي طلع على ظهر البغل وفجر حاله مع البغل بالاسرائيلية بجبل الشيخ هذه المحطة من الميلي تاني بهالوقت كان صار الصراع محتدم بين أمل وحزب الله دخلت إيران والسوريين بحوار حتى يفكوا الاشتباك بين أمل وحزب الله على اساس هذا اشتباك بالواسطة هو اشتباك إيراني سوري ولكن بالأدوات بالأدوات البنانية بسنة تسعة وتمانين عندما صار اتفاق الطائف كانوا وصلوا السوريين إلى توافق مبدئي مع إيران أنه منوزع الأدوار بين أمل وبين حزب الله ولكن كان منعد كل المساعدات منعد كل أشكال التمويل عن جبهة المقاومة الوطنية لحتى تتفكك وبهذا الوقت بعد اتفاق الطائف هذه المرحلة الثانية من المقاومة صارت صفقة إيرانية سورية كلف الإيراني عبر حزب الله بأنه هو بتابع المقاومة وكلف نبيه بره وحركة أمل بأنه هو بيدخل على السلطة بسنة تسعة وتمانين بعد اتفاق الطائف بفوت على السلطة ويعبي المراكز الشعية وبهذا الاتفاق وقت اتفاق الطائف هون هي المحطة اللي إجا فرض من ضمن بنوده بيشترط حل الميليشيات وتسليم سلاح الميليشيات للدولة كل الميليشيات سلمت السلاحة للدولة وانضمت الميليشيات إلى الجيش وقوى الأمن باللبنان من القوات لحركة أمل للشيوعي للأومي للبعثي كلهم ما عدا حزب الله بيطلب من مين؟ من السوري لأنه هو كان عم يرعى اتفاق الطائف بتكليف عربي ودولي قال له لحزب الله بتبقوا انتوا خلوا السلاح معكم خلوا السلاح وخلوا المقاومة شيعية صارت المقاومة عم تاخد طابع طائفة بطلت مقاومة وطنية أنصر اسمها المقاومة الإسلامية بعنوان حزب الله الشيعي هاي مرحلة جديدة وبدأوا يتابعوا عمليات بالشريط الحدودي وبالتالي فعلا حزب الله ما فينا ننكر حزب الله بالتعاون ونحنا شاهدين على ذلك مع الأجهزة الأمنية اللبنانية من أمن الدولة والمخابرات كانوا يساعدوهم بالعمليات العسكرية داخل الشريط الحدودي أنا هون كان سؤالي كمان أنه وقتها بهذه المرحلة ما حدا انطرح أنه خلينا نحل كل الميليشيات وخلي الجيش اللبناني هو عائدته تصير عائدة هجومية أو دفاعية على إسرائيل صح لأنه السوري كان عم يرعى وصائع على تنفيذ اتفاق الطائف السوري ما له مصلحة بأنه تبنى الدولة على قاعدة الطائف كان لازم يضل فيه إلو منافذ يقدر يضلوا مسيطر على الوضع ولذلك مش بس بالداخل بدوا يبقى مسيطر بدوا كمان تضل الحجة أنت بتعرف اليوم دائماً الأنظمة الدكتاتورية والأنظمة العدوانية دائماً بتفتش يكون عندها عدو عطول بدى عدو لا تقول تسكت شعبه أنه سكوت خلينا مطالبك على جنب كانت سوريا بدى بها اللحظة أنه يبقى حزب الله تبقى المقاوم موجودة أنه فيه سراع مع إسرائيل حتى ما يتحرك حدا بسوريا بدوا يتحرك بيكون عميل لإسرائيل وبالتالي استمروا بمسك هالملف ومسكوا ببعد طائفي عندما رفضت القوى الوطنية تسليم ورقتها للسوري تبعوا هالموضوع وأنا أقول الأجهزة اللبنانية كانت بعدها لم ينشأ الجيش اللبنانية بعد التسعة وثمانين ساعدوا بالعمليات داخل الشريط الحدود في هذا الوقت بين التسعين لسنة الألفين المقاوم الوطني عملت عمليتين ثلاثة بس كان يعمل العمليات بالشريط الحدودي وحزب الله بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بهذا الوقت أخذوا أرار الإسرائيلية سنة الألفين يهودة براك كنت أخذوا الموضوع وكان مشروع الانتخابي أن أسحب من لبنان وبالتالي بدون شك كان لتأثير المقاومة من 82 من بيروت إلى شريط الحدودي مهمة جداً بالضغط على الإسرائيل وهذا لا يوجد يعترف بهذا الدور الذي لعبه حزب الله بغض النظر عن البعد اللاحق السلبي للموضوع أنه قدم تضحيات أنه وجع العدو وساهم بعملية تحرير اللبنان من الاحتلال الإسرائيلي وهنا حزب الله مرات كثيرة يقول ليس نحن بس يغبن القوى الأخرى ويقول أنا المقاومة ليس أنت المقاومة أنت جزء من المقاومة لأنه أنت جيت متأخر على المقاومة ونحن نقول شركة على القليلة هناك محطة جديدة هذه أول مقاومة المقدسة لماذا؟ لم يكن ممكن أن تحرر لبنان بظل تفكك الدولة لأن الجيش مقصوم بين جهات عدة إلا أنك تعمل مقاومة شعبية ضد الاحتلال أخذت أبعاد بعض الأحيان دعا للمقاومة المدنية بظل الحرب وطلعت نساء بجنوب كب وزيت مغلي على الإسرائيليين عملت حركات مهمة جدا وأيضا المقاومة المسلحة لأنها تؤدت إلى نتائج باهرة أول مرة إسرائيل تهزم بدون قيد أو شرط لا أحد أقدم هذه المرحلة الأولى وهذه المرحلة فيها تقديس المقاومة لأنه فعلا كانت عم تشغل عمل نظيف وواضح صريح ضد عدو غاصب ضد عدو محتل مرحلة الثانية انسحب الإسرائيل أول من غضب على الانسحاب الإسرائيلي السوري لا أريده وأنا أعلم عبد الحليم خدام مع جورج حاوي قال له جورج لماذا لا تستطيعين أنسحب الإسرائيل قال له كيف يفقدون ورقة من إيدنا حرف الواحد ونحن في مسار ومصير واحد بدك أن نظلنا نحن محتلين لتتحرروا أنتم منيحة لازم تستفيدوا أن نحن تحررنا كان هناك ضغط على إسرائيل لا يريده أن يقاتلوا فينا يريده دائما يظلوا أن هناك عدو هناك عدو لا يظلوا داخل لأطين البلد ومستبدين فيه مقاومة أخذت هذا البعد كانت سنة 1992 صار السيد حسن نصر الله أمين عام لحزب الله فهذا الوقت صار اتفاق كامل إيراني سوري على توزيع الأدوار في لبنان حركة أمل هي أداة السلطة وحزب الله يظلوا مقاومة سنة 2000 خلصت إسرائيل راحت على الحدود الـ 425 نحن كان في أرار أجل الآمن 425 تنزحب إسرائيل للحدود سحبت إسرائيل للحدود هنا يبطل فيه مقاومة وصارت الدولة موحدة رجعت الدولة صارت وقفة على إجراءة سنة 2000 كان صار فيه عهدين يعني عاد يسل ريو الممتد وعاد يمي اللحور لماذا يريد أن يظل فيه مقاومة حتى يظل فيه تبرير للمقاومة يقول له لا فيه أراضي محتلة وين أراضي محتلة يكلفوا جميل السيد السوريين كان جميل السيد هو ممثل الوصاية السورية في لبنان واضح لكل العالم طلبوا منه هو خبير بالمخابرات وبالجيش والجيش بيعمل بالتوبوغرافيا هو عنده خرايط البلد انه شف لنا هذه مزارع شبعة غير الحدود بيقوم بغيروا الخريطة بغيروا الخريطة بيرجعوا بيروح مزارع شبعة وتلال كفرشوبة مزارع شبعة وتلال كفرشوبة هي أراضي لبنانية مظبوط بس أراضي لبنانية حتى سوريا إيد عليها من سنة 57 وضلت واجت حرب 48 واحتلوها الإسرائيلية وايجوا بعدين 67 واحتلوها الإسرائيلية وصارت خاضع للقرار 242 اللي علاقة باحتلال إسرائيل للجولاني طيب إذن هذه اخترعت حجة هاي الفصل الثاني من المقاومة طي يضل استيراء مستمع طي يضل في شيء اسمه مقاومة وفي عدو موجود وبأنها نغطي حالنا فيه طيب أنا بدي أسأل أهل هايدي أرض لبنانية بس نسأل لحالنا سؤال اليوم نحنا سنة 2022 هايدي مزارع شبعة وتلال كفرشوبة أظهرت لبنانيتها بالألفين طيب بخلال 22 سنة هل صار في شيء عملي لتحرير مزارع شبعة وتلال كفرشوبة أبدا أبدا ما كنا عم نعمل عمليات وأما كان فيه احتلال ليش هان ما فيه إذن كان إلا وظيفة سياسية بكل صراحة وهون بدي استدرك لا إلا شكل لأنه يروي بمحلة قبل ما نوصل للألفين وقت اللي المقاومة أخذت بعد طائفة للبلد بين سنة التسعة وتمانين وسبعة وتسعين ثمانة وتسعين وصار مبين البلد كان كلهم متضامن مع جبهة المقاومة أخذت البعد الطائفة صارت المظلة الوطنية عم تضعف على المقاومة جورج حاوي العبقر يا الله يرحمه يجي يقول لي أنا على علاقة صداقة مع كوادر بحزب الله رفقاتي عندي أحد الأصدقاء فيهن محمد سعيد الخانسكة رئيس بلدية الغبيري يقول لي بلك نعمل موعد مع السيد حسن نروح نشوفه أنا أبو سعيد عملنا موعد جينا عند السيد حسن جورج حاوي سنة سبعة وتسعين وتسعين بعد ذلك قال له يا سيد أنتم شايف أنكم محشورين لعملية التطييف ورحتوا على خيار تعملوا سرايا المقاومة حتى تعطوا المقاومة بعد وطني ولكن بيّن ما عم يجي يكون إلا منهم والعم يجي لعندكم بعض الأحيان عم يجيوا يشكوا أنكم أنتم بكونوا شيعون بدون يعملوا شيعا ولذلك ما عمت الجواب عم تظلوا أن أنتم يا خيي أنتم عم تأمنوا الإمكانات والعمليات اللوجستية لتأمين المقاومة بس أنتم بحاجة مظلة وطنية أنا عندي اقتراح أن نحلل لك هذا الموضوع قالوا ما قالوا ما قالوا لا تستطيع أن تبني سرايا مقاومة تأتي من كل فئات الشعب لا يهم من يذهب لعمل العملية وماذا دينه وماذا طايرته المهم للقرار السياسي أنا فينا نعمل المجلس الأعلى للمقاومة أنت تكون رئيسه للسيد حسن ومن ضم به المجلس كل الأحزاب ورؤس الأحزاب الذين شاركوا بالمقاومة خلال السنوات الماضية الشيوعي والقومي والبعثي والآخري والناصري وفيين يضف لك عليهم لنعطي أيضا بعد وطني أشمال نسيب لحقود وجان عباد أنا حكيت معهم وموافقين نعمل هذه المجلس الوطني للمقاومة ساعة مين عبي يامل اللي عمل لي ما أدمن صار فيه هذه مقاومة وطنية مقاومة وطنية وهيك منحل موضوع تطييف المقاومة اللي صار عم يأثر سلبا على وحدة البلد وعلى المقاومة نفسها قلوا فكرة عظيمة فكرة جليلة ولكن هذا موضوع لم أقرر فيه هذا يريد من سوريا لا أقرر فيه ما يوضف قال له لا نعمل تريد أنت قلوا لشخص المبادر معنا ما سوف تبقى لا السوري بفض أن نكون مقاومة واحدة فهي لا يفعلها واحدة وعلم كافينا هذه المبادرة مع كل الأحزاب الباقيية وكلهم يعرفوا أن السوري سيمنع ذلك لذلك لم يكن تلصت هنا كفت المقاومة بعملية تطييف بعد 2000 بعد 2000 جئنا على 2005 ما هو 2005؟ 2006 لم يصبح عمليات بشبعة صارت موضوع ترسيم الحدود والخط الأزرع والآخرية فيها العقدي صار المطالبة يخي خلي السوري يقدم وراء للأمم المتحدة يقول هذه الأراضي سورية لبنانية ما رفض رفض ما كان يقب إذا بالتالي هذا هو اسم المحور يعني المحور متمسك بحجة ليبقي على السلح هون صار هذه المرحلة الثالثة من المقاومة هون أنا بدي أقول لم تعد مقاومة فتنة بالسيدان هذه لم تعد مقاومة من أجل تحرير أرض محتلة لم تعد مقاومة من أجل توحيد البلد على فكرة اللي كنا عم نحكيها بالله صارت مقاومة لها وظيفة سياسية ببعد غير لبناني وليس ببعد لبنان ببعد غير لبنان لم تعد مقاومة إلى 2006 حرب تموز قال السيد حسن لو كنت أعلم بعد اللي صار من خراب ودمار انو راح وخطفوا جنديين ليبادلوا فيهم وصارت الحرب وردت الفعل طيب يجي على أثر حرب الالفين وستة والدمار اللي لحق بالبلد حررنا أسيرين 3500 قطيف تكلفنا 6 مليار دولار إعادة أعمار كانت وسيلة لتحريك الوضع بالمنطقة من أجل اتفاق النووي الأمريكي الإيراني كان هذه وظيفتها إذن ليست وظيفة لبنانية كانت وظيفة اللي الضغط على الأمر كانت للدخول الى اتفاق النووي بعهد أوباما ويرجعب يجري بسيد يعني بعد كل الخراب والدمار والدم اللي قريت تقول لو كنتوا أعلى ما كنتم إذن هذا صار هون تحول كبير هذا التحول للأسف تكفى تكفى بقوة وهون أنا بدي حمل مسئولية بعد الالفين وستة بعد اللي صار أنه حزب الله ما انتهى ولأنه إسرائيل كمان مثل سوريا بدي عدو كمان إسرائيل بدي عدو لتظل تبرر وجوده وصرف أسلاح ووحدتها لأنه بصير في سلم مع إسرائيل لتتفكك إسرائيل صار حزب الله اللي اعتبر حاله انتصر بالالفين وستة بالدالما يستخدم قوته وعظمته بامتابعة مواجهة إسرائيل لتحرير مزيرة الشبعة استخدم مواجهة اللبنانيين بالالفين وثمانية ماذا هكذا؟ صارت عادة عضلات عم يتواجه فيها الشريك الآخر وعملوا اضراب وعملوا اعتصام سنة ونصف بسحة الشهداء ليطيروا حكومة السنيورة وما طلعوا من هوني لأنه ما قدروا يسقطوا السنيورة إلا لعملوا سبعة أيار لالفين وثمانين اللي راح فيها ثلاثين أربعين شهيد باستخدام سلاح الاسمه سلاح المقاومة لذلك وظيفة هذا السلاح لم تعد مقاومة صار سلاح يحقق أهداف سياسية ودائما هذه الأهداف السياسية بمعظمة ليست لبنانية أهداف سياسية ذات بعد أقليمي هنا أنا أقول لك تتحمل أربع مسئولية كبيرة باستمرار بعدم تطبيق الطائف بهذا الجانب لأنه اتفاق الطائف الذي ينصب وضوح عند خروج القوى الأجنبي باللبنان يعني إسرائيل و سوريا تحل كل الميليشيات وتسيطر السلطة اللبنانية بجيشها وعدواتها على كل أراضي اللبنانية وقتها بهذه الفترة حزب الله كان يرفض دخول الجيش على جنوب كان يرفضوا قبل الألفين كان يرفضوا دخوله على جنوب لحظة لحظة أنت عم تعتبر أنه بمجرد ما نسحب جيش السوري كان لازم المطالبة بتطبيق الطائف أنه سلموا سلح كان لازم هون أربعة عشر قدار إذا كان بدهم يبنوا الدولة وبدهم بناء دولي على قاعدة سليمة مثل ما بينص الدستور كان لازم مثل ما نسحب الجيش السوري إخدام الشعب اللبناني هذه ثورة الجمائرية وهذا الضغط الدولي كان قائم وقدر سحب الجيش السوري ما كان حدا بيحلم أنه سنسحب كان بكل بساطة صار الاستحار فضى لحزب الله دولي صارت وقفة عجريات ومعد في قوى أجنبية في لبنان صار لازم نطبق هذا البند باتفاق الطايف اللي هو بعدين ترجم خمسة عشر خمسة وتسعين طيب دخلك بس ما يقولوا ليه؟ كان هو أربعة عشر قدار ليه ما وقفوا وضغطوا لأنه البعض بيترجم لك لأنه نحنا كنا ممكن نصطدم مفل السوري كان هو بيه ممكن تضغط عليه ميزان القوى ليه ما أصرحته تضغط عليه ميزان الحال عم تحكي قبل 2008 هذا قبل 2005 بعد 2005 نيسان 2006 سحب السوري عم تحكي بهالترياض هذا كان لازم وقته تنحل وأربعة عشر دار محلوا وراحوا عملوا اتفاق رباعي مع حزب الله على المشاركة بالسلطة والمحاصصة لأنه مشروعهم مش الدولي كلهم مشروعهم دولي طائفي قد حصة وعطيني حصة وبالتالي صار بدهم الشيعي اللي ياخد حصة ما جابوا الشيعي شريكون اللي كان بأربعة عشر أدار كان حبيب صادق رمزو تركوه ورحوا رجعوا عمل وحزب الله لأنه الأقوى أنه خود حصتك بتيخذ المستقبل حصته بياخد القوات اللبنانية حصته بياخد الاشتراكي حصته بذلك هؤلاء ما عملهم مشروع وابتل هني مسؤولين مسؤولين بالمباشر عن عدم تطبيق اتفاق الطائف بهذه القضية وبقضايا أخرى مع أنه رحلهم كثير قطلة بالألفين وخمسة يعني لأنه عملوا طواتوا صاروا يحتاجوا أنه الفرنسي ضغط علينا حتى ما نتخلى عن الشيعي والبعض صار يترجم أنه لا نحنا تفهمنا حتى بلكي حزب الله بيصير لبناني أكثر بيرجع بيتراجع بسياسته وبحل الموضوع هذا التحميل ولذلك نحنا تطورت القصة للأسف هاي كانت بحطة مهمة سنة كثير من ألفين وخمسة ألفين طورت بالألفين وثمينة واستخدم السلاح وصار مفروض نظام جديد وأنا أريد أن أقولك كما كانت الوصاية السورية تتحكم بمسار العملية السياسية في لبنان من سنة الوحدة ومن سنة التسعين بالداخل ما طبقوا اتفاق الطائف صاروا يستنسبوا من كيفية تطبيق الدستور ووزعوا الحصص الطائفية وأيضا باستخدام قصة المقاومة كشماعة كشماعة لا يظلوا يأسروا بالملفات الإقليمية للضغط على أمريكا وعلى الغرب وإلى الغريق هون حزب الله بعد ما فعل السوري أخذوا هذا الدور أخذ دور السوري بمسك لبنان عبر شو حزب الله لا يقبل رئيس جمهوري إلا ميشيل عون كان عمل اتفاق تفاهم نيسان هذه السنة ستة وتسعين تفاهم مارمخايل تفاهم مارمخايل تفاهم نيسان كان حرام الحريري كان عملوا 2006 تفاهم مارمخايل هذا تفاهم مارمخايل الضمر ما جاء رئيس جمهوري يغطي يغطي مشروع لإسمه مقاومة أنا ما عاد اسمه مقاومة أنا بعرف في مقاومة ضد إسرائيل ولازم دائما يكون في مقاومة ضد إسرائيل ولكن هاي ما عاد مقاومة وقت اللي استخدم سلاح ضد اللبناني واستخدم لاحقا قوة مجوقلة بالعالم العربي بالسورية والعراق واليمن هون حزب أخذ هذا الدور بالتعاون مع طيار الوطني الحر قدر ياخد طيار الوطني الحر ويستخدمه مظلة لغطي فيه سياسته الداخلية والخارجية وقدر بالاختلال بموازين القوى وعدم وحدة الفريق اللي بده دولي يعني طلع الفريق اللي بيدعي بده دولي ما بده دولي يعني إذا بتحكي عن الحزب الاشتراكي والقوات وحركة أماد والتيار المستقبل طلعوا هني أيضا مثل حزب الله ما بيهمون يكون في دول ما بيهمون بيهمون حصتهم بالدولة عطيني وزارة السجادية عطيني وزارة اسمية وقد وزارة اسمية وتغادوا النظار وصار إنه هيدا سليح حزب الله سليح إقليمي أنا شو مش عنا فيني شيلوا روحوا اتفقوا مع إيران لا تشيلوا صاروا شيلوا عن ظهرهم المسئولية في حين هذا موضوع داخلي وأساسي ولبناني وممكن حلوه لذلك أنا برأيي هاوذي اليوم عم يعملوا خطابات انه هني بدهم ينزعوا سليح حزب الله انه هني برأيي وانصار سليح حزب الله مدر باللبنان وهو فعلا مدر باللبنان بالطريقة اللي يستخدم فيها أنا رأيي غير صادقين بطرح البول لأن لو صادقين قبل ما يقولوا هلا بننزع ما كنا وصلنا لهون أصلا والتاني لازم يعملوا مراجعة ذاتية حبيبي عمالنا قد ذاتي على التحالف الرباعي عمالنا قد ذاتي على تغطيتك لاتفاق مارب خير عمالنا قد ذاتي على التسوي اللي عملتها انت سمير جعجع مع ميشيل عون واللي عملها الحريري مع ميشيل عون وغطيته حزب الله ووصل ميشيل عون على رئيس الجمهورية وعطى حزب الله كل الغطاء الرسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومي ورئيس مجلي تجاه الرأي العام العالمي حزب الله قوة شرعية لبنانية منتخبة من الناس وعنده غطاء رسمي من كل المؤسسات الدولة الدستورية مين مسؤول قبل ما تقولوا والطالب فيه أنا هون بدي لك ما هو الحل الحل أولا هاي القوة بتعمل نقت زيتة إذا هاي القوة ما عملت نقت زيتة يعني هيدا دجل يعني عم يعملوا اليوم المطالبة بنزع سلاح حزب الله وبالسيادة خطاب انتخابي ليس أكثر وليس أقل لشد العصب ليجيبوا أصوات وبكرة بتخلص الانتخابات بتصير المفاوضات من تحت الطاولة إذا حزب الله جاب أكترية مسيحية معينة بتأهله ويجيب رئيس جمهورية إذا لا بلك سمير جعجع بكون رئيس جمهورية يعني كل واحد بيصير مجددا يشوف كي بده يدور زوايا لحق مصدرها هون يزمر الشعب يكون وعي على الموضوع نحن ما قلنا حل سلاح حزب الله وكل قضية أخرى شبيهة بهذا الموضوع الحل تبعه وجود دولة الحل تبعه بس يكون في دولة مبعد في حاجة لكل لا للدويلات ولا للاختراقات من أي نوع كان الدولة هي الحل إذا كيف نحل موضوع سلاح حزب الله شو تصورك إنتا؟ أنا بهمني أعرف رائع إنه شو تصورك اليوم؟ إنه هلأ هو تعرف إنني إحنا اليوم إنتا تقريباً أنا وإياك أنا وإياك عيشنا فائد الكوة المسيحية صح بالفترة ورجعنا عيشنا فائد الكوة السنية صح وإحنا اليوم شئنا ما بيناه عايشين فائد كوة شيعية مازبوط والتاريخ بيقول كل فائد قوة طائفة صح بيخلص شو تصورك هالفائد الكو الشيئي هذا كيف بده يخلص بدون ما يضر بالبلد لانه فائد القوة المسيحي ما خلص إلا بحرب أهلية والقائد القوة الفلسطيني نفس الشي نحن بنتمنى فائد القوة الشيئي ينتي بدون حرب ينتي بدون خراب البلد كيف بنتي أنا أقول المدخل اللي ينتي دولي إقرار بوجود دولي من كل هالأفريقاء أو بدك تخلق ميزان قوة ميزان قوة مني ومنك ومن اللي بيشبهونا بين البرلمان وبالشارع يقدر يحمل المشروع الدولي ضدهم اللي هني هون ما بدون دولي اللي ما بنوا دولي خلال ثلاثين سنة ولا يمكن حيبنوا بالمستقبل صحيح؟ بس اليوم أنت كيف بدك هالحامل السلاح اليوم ما قلوا مصلحة يكون في دولي اوكي ما قلوا مصلحة أنا كيف بدي حاصر هذا الموت مية بالمينة حاصروا أولا قلت بيرفع شعار الدولي هي الحل والدولي يعني شو دولي قانون ودستور ما في حدا فوق الانون ودستور ما في انو والله وفيق صفا بيجي عند القاضي ويقول له بدي أبعض هذي ميش دولي مية بالمينة وفيق صفا مواطن فيه أنون في قاضي أنت بتلتزم بأرار القاضي هذا ممثل الشعب وبيحكم باسم الشعب إذا بدي أعمل دولة أنون ومؤسسات هذا شعار هذا شعار له قوى حملته واليوم قوى التغيير على الأرض اللي عم تخوضها الانتخابات حاملي هذا الشعار بدنا نبني دولة الأنون والمؤسسات وفق دستور اتفاق الطايف وما بدنا نغير الدستور لأنه أي حكي بتغيير الدستور بيخدنا حرب أول خطوة بنعملها بنفوت خلصنا الانتخابات هذي كل اللي عبي يخطبوا هلأ بأنهم بدوا ينسحبوا السلاح تفضلوا يا شباب بدنا الدولة أنتوا موافقين نطبق المادي 95 من الدستور أنتوا موافقين نطبق نعمل قانون انتخابات جديد وفق الدستور يعمل تمثيل صحيح للشعب ليجوا ممثلي الشعب ونعمل ميجا سانتر حتى المواطن ينتخبوا هو مرتاح مش تحت الضغط متبع مصير اليوم هذا أول شيء هذي حيوافقه اللي مش عم يوافق يعني هو شريك هو شريك هو شريك مع السلاح اللي ما بدوا يسلموا للدولة صح ولا لا وهذا موضوع صراع بدنا نكاففة عندنا أول محطة بالمواجهة بهذا الموضوع تشكيل الحكومة أول شيء بدأت تشكل الحكومة برنامج الحكومة ما في بقى السلاسية الزهبية بطل لازم بطل يكون في السلاسية الزهبية السلاسية الزهبية أكل وشرب وطبابة وصحة وسيادة وكهربة وميوال هذه الربعية الخماسية السلاسية الزهبية مش مش الشعب أموال الناس أموال الناس تعافي اقتصادي مش مش سلاح ومش شعب وجيش ومقاومة سمحوا لنا فيه أول شيء هاي مهم وإذا كنا نحنا مش قادرين نكون بالحكومة نحنا حنكون معارضة بمجلس النواب وبالشاريع بدو يكون شعاراتنا هي نضغط فيها من أول يوم بعد الانتخابات حتى هذا الأمر يمشي هاي أول مدخل وهذا بشيل الزريعة من عند حزب الله دستوريا نين بدنا ننتخب رئيس الجمهورية جايين على انتخابات رئيس الجمهورية إذا ما تأمن لحزب الله الغطاء اللي تأمن بالفترة السابقة بمجيء ميشيل عون عقاعدة اتفاق ماربخايين بكون أفقدت حزب الله أنت غطاء دستوري ممي جدا تجاه ديغ تجاه الخارج لأنه هلا اليوم تجاه الخارج معه رئيس الجمهورية بيروح بقولك راح الأمم المتحدة رئيس الجمهورية بقوله إن إحنا جيش نضعيف وما فينا نواجه جسر بدنا مقاومة كيف بدأت ابن دولة وقت رئيس عبي حكيها صح ولا لا بس الكانديداء اللي موجودين هلا كمينا ما كتير بيطامنوا هدا صراع وأنا أخدها مني هدا مجلس هيكون تير في مفكك هدا مجلس لن تتكون في كتلي كبيري متماسكي هيكون في كتل كتل وهدا شي منيح وهدا شي منيح وهي أول مرة هيكون في مجلس في معارضة لأنه حقيقية حقيقية معارضة حقيقية لأنه ولك يا عمي بولا يعقبيان لحالة بالمجلس كانت عملي معارضة وما يعني كانت تخوفهم كانت تخوفهم كيف إذا جبت كتل مندي اليوم عشرة وخمسة عشر وشري وعاة معارضة حقيقية ضد الحكومة اللي عم يشكلوها لأن كان عم يعملوا حكومة مجلس مساقط ما حدا بيحاسب حدا ما حدا بيحاكم حدا لذلك حيكون في واقع جديد بالبلد هذا الواقع جديد اللي بيعمل بالمؤسسات الدستورية بيلغي عامل الغطاء الدستوري لسلاح سلاح غير شرعي والليوم نحن ما عدناش بحاجة المقاومة اليوم حققت اللي لازم تحققه البلد اتحرر بكل حدوده مزارع شبعة وتلالي كفرشوبة في وسائل عديدة اللي نرجعون هذا موضوع مش صعب بدنا نحققها لأولا وأنا بنصح بصراحة حزب الله حزب الله اليوم بخطابه السيد نصر الله آخر مرة عمقول نحن طرحنا استراتيجية دفاعية مستعدين طرح استراتيجية دفاعية اتفضلوا للنقش اتفضل اوكي من نقش استراتيجية دفاعية مش مهم السلاح مع مين مهم القرار السياسي بالحرب والسلم عند مين أنا هذا بدي اياه بس يكون القرار الحرب والسلم عند الدولة باعتفق الصاروخ أنا ما بدي كبه بالبحر الصاروخ اللي تحزب الله أنا بحاجة إلا إله تتفضل الدولة تستلمه وممكن أنا أقول كيف حل ميليشيا حزب الله عفوان لا يكون بالدولة لا يكون مع الجيش لا يكون إلا آخر يبلاقي مية طريقة لا استخدم القوة فعلا لحتى إردع العدو ما بقفيني كمان استعمل السلاح مثل لفريج سياسي أبدا بقالوا عليها بالسياسي أبدا أنا بالعكس هذا السلاح بيصير عند الدولة قوة للدولة منشان توازن رعب مع العدو هذا شغلة مهمة بس كيف بدي أعمله هاد هذا أنت يا حبيبي مدامك بالسلطة مدام حزب الله شريك بالسلطة التنفيذية وشريك بالسلطة التشريعية لا يبدي يكون سلاح براتها لا ما أنت فيها ما أنت فيها والقرار بدي أتخذ فيها وانت شريك بقلبها صار صار إذن هذا توظيف غير لبناني صار توظيف هذا الاسمه سلاح المقاومة توظيف غير لبناني واسمه المحور وهالقائد فيه مش لبناني القائد فيه قائد علي خامنئي القائد ولي الفقير وما بيستحيق لك هيك أنه أنا جندي في حزب ولي الفقير طيب نحن ما فيها نبني دولة بأمر سماحة السيد علي الفقير نحن بدنا نبني دولة بأمر اللبنانيين بأمر الشعب اللبناني اللي هو مصدر السلطات اللي هو بنتخب بمجلس نيابي ومجلس نيابي بنتخب رئيس الجمهورية بشكل حكومي إذا ما نرجع لهذه القواعد وهذه الأصول ونتمنى حزب الله يكون صادق بطرح الاستراتيجية الدفاعية ننضمن منظور ومفهوم أنه نحن بدنا نحقق قوة لبنان والقرار السياسي يكون عند الدولة اللبنانية بدنا الدولة اللبنانية قوية مش حزب الله قوي وجمهور حزب الله أو أعضاء حزب الله اليوم عايشين وبيقبضوا فريش دولار والشعب اللبناني جعان ملتعن قبل اللي خلفوا مزلول على بحطة البنزين مزلول قدام المستشفى قدام الصيدلية وما معه يكفي ياكلنا ثلاثة أيام بالشهر سليم تبك بالتالي خلصنا بقى دجل وخلصنا بقى كذب المقاومة مع الشعب مش ضد الشعب إذا ما أنا مقاومة مع الشعب شو قلنا فيها مقاومة مع الشعب تفضل عمال كل ما ينفع الشعب مش بسيب لحدود أنا وللتهريب زهابا وإيابا وبقول أنا مع الدولي وسيادة الدولي أياتي الدولي منك من تهكا وبالتالي هوني إيرادة اللي بدأ تكشفها بعد الانتخابات هايدي القوى السيادية اللي عم تقول أنا قوى سيادية شو حيكون موقفها من هالنقاط اللي أنا هاللي حكيتها اللي بدأ تندرج بخطة عمل كتلة المعارضة وقوى التغيير من المجلس النيابي ضمن برنامج محدد حنناضل فيه من جوا وبالشارع ما حنسكت لحتى نامل مئة بالمئة لك وبعتقد كمان يوسف أنه الوضع الاقتصادي رح يلعب دور كتير مهم لأنه إذا بتتذكر خبرية المزوط الإيراني نعم ما كان يتفشلة بالمرة يعني اليوم يا حزب الله أنت اليوم بالاقتصاد أنت ما فيك تكسب لحالة أنت بدوننا نحن أنت ما فيك تكسب بعدين مش كل الناس عندهم فكرة أنه هي كل الناس بالضاحية بتقبط فريش دولار لا بدوننا فيها قليلة اجزاكي ليش قلق حزب الله من الانتخابات لو أنه مطمئن بيقته ما كان بيطلع بيقله فشر لا أنت هذا قائد قائد ورجل دين معمم ما بتستخدم كلمات بيستخدمها أولاد الشارع فشر كيو يعني فشر بعدين دايماً الخطاب ديني أو حربجي ولا مرة يا خيين بيطلعوا بيحمسوك بياراه نحن عملنا خطة لنجيب لك الكهرباء عملنا خطة لنخلق لك وظايف يعني عملنا أبداً ما بيجيش العالم لو أنه مرتاح لشو عم يضغط على العالم تنسحب لشو عم يمنعوا مرشحي المعارضة بشروبه بالبعر لا يمنعون يعملوا لقاءات انتخابية هني قلقين قلقين استيزيات جداً من تراجع نسبة التصويت بالبيئة لأنه هني بيقولوا نحن نمثل الطايفة الشعية مش مضبوط بمثلوها عبكرة بتشوك حتكون نسبة التصويت 40 بالمئة إذا كانت 40 بالمئة و 42 بالمئة يعني هني فشلوا يعني هني ساقطين لأنه هدا عم يخدوه بخطف هاو دي خاطفين مش هدا تمثيل وقعت اللي بيكون 60 بالمئة ما شاركوا بالتصويت أو شاركوا ضدهم قصب منهم شارك ضدهم ما بيكونوا هون بممثلين فبالتالي خلص وهيدا البلد ما في طايفة بتحكموا بدنا نروح على دولة المواطنة ما في طايمة مهما بلغت من قوة مثل ما قلت من فوائد القوة ما فيها تحكم بالآخر بدأت تروح ما فيه وبالتالي مثل ما يكرروا تجربة الآخرين ما في غيركم عمل تجربة يعني استفيدوا منهم لا يبقى تعملوا تجربتكم هاي مشكلة القوة بيفوخر الراس لذلك بنتمنى عليهم يتطعزوا من التاريخ يتطعزوا من التاريخ ويوفروا على البلد دم ووفروا على البلد خراب كفانة خراب انهيار اقتصاد نحن مقبلين على وضع خطير جدا انتي اليوم سمعت شو حكوا الوما المتحدة عليهم انو هاو دي مافيا هني أفقروا البلد وهني اللي أفقروا اليوم عملوا دائرين فيهم غير ناس غير موثوقة السلطة هاي اليوم هاي عن مين عم يحكوا عن السلطة عن السلطة انتو أفقرتو الناس كلاس بوليتيكي كلاس بوليتيكي كيف دي يعطوكم مصاري نعنا البلد ما بينقذ بدون قروض وبدون دعم وإلى خريب بدون ساعة الخارج فينا لذلك بدون يتطعزوا كلهم يأخذوا بقى درس من اللي حصل بالماضي من تجربة الجبهة اللبنانية والحركة الوطنية والفلسطينية كلهم سوا يتطعزوا ونروح لبناء دولة دولة حديثة واللبنانيين عندهم طاقات هائلة استاذيال وانت واحد منهم وانت واحد منهم نحنا بنرفع رأسنا فيك نموذج عن كيف نحنا بنقدر استفادت كل شغلة بالطبيعة وانا بنتمنى هالمجلس النيابي يضم أمثالك عشرة مثل أمثالك يغيروا كثير نحنا وراكم ومعكم ويدكم اليمنى واليسرة حبيب يوسف نحنا عنا عادة بممكن انت بتعرف انه سمينا البودكاست ممكن تما نكون كمان نعم فائد من القوة هيدا نحنا دايما كل ضايف منهديه كمانه هدية من تحول نفاياتنا إلى شيء حلو حبيباً هيدا كراف دوفان هيدا معمولة من زيز انفجار بيروت بقى بهمني كتير انه تكون معاك وبشكرك كتير حبيبي يعني انا كتير كنت مصير انك تجي لانه هيدا الحكي ممنسمعه بولا وسيلة إعلام لانه وسيلة إعلام كلها انت بتعرف هي يا مطيفة يا تابعة لأحزاب معينين بشكرك كتير حبيباً وانا بسطت كتير ونشوف بعضنا نهار التنين والشرف انا اتعاون معك تسلم ونقدر نحنا سوى مع بعضنا نقدر لانه نحنا بنا سورة وعي والمهم جدا فعلا نتخاطب عقل الناس مش مشاعره نتخاطب عقول العالم وخاطبها بالواقعيه وبالموضوعيه وانطلاقا من مصلحة حتى للناس سلمت معك وهيدا كان هو اللب الاساس انه عملنا هالبودكاستر ان شاء الله بتكون بالتوقي وبينجح الله يخلي موسيقى